يستغل بعض ممثلي المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية شريحة الأطفال لإلساق صور إشهارية للمترشحين في أماكن غير قانونية إضافة لتمزيق الملصقات الدعائية لمنافسهم وهذا مقابل مبلغ مالي يقدر بمائتي دينار المزيد في تقرير سمية سماش مع دخول الحملة الانتخابية لأسبوعها الثاني والتي شد فيها تنفس على كرسي المرادية بكل الطرق حيث يستغل بعض المتسابقين شريحة الأطفال والمراهقين لإلساق الملصقات الإشهارية وتمزيق ملصقات منافسهم مقابل مائتي دينار جزائري حسب ما تؤكده الشبكة الجزائرية للطفولة ندا في استغلال مفضوح في هذا الحراك السياسي والموعد الانتخابي من خلال إلساق المسمون ليزافيش وتوزيع الملصقات حتى استغلالهم في البيهرجانات وليميتينغ وأكثر من ذلك في بعض المراهقين ليتقاضوا مبالغ مالية بش يمزقوا ليزافيش تعمل مترشحين واحدة أخرين هذا ولم ينفي بعض ممثلي مداومات المترشحين وجود هذه الظاهرة داعين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات للتدخل والحد من تفشي هذه الظاهرة لاحظنا مثل الشعب الجزائري إعلاميا أن بعض المرشحين أو بعض مكاتب الولائية تاحهم أو مدومة الولائية تاحهم يعني أنهم يستعملون أطفال المدارس وتلميذ المدارس يعني في الحملة انتخابية مقابل لا نعرف بمقابل عشرين دينار ويعطوا لهم تقريب عشرين دينار أو ربعين دينار على المعلقة إذن طفل والشاب هذا يخدم كان يلسقوا كان الأفواجهما من الضمين دين الأفواج اللي لسق وكان الفوج اللي يجيه يمزق تبقى مثل هذه التصرفات من شأنها الضرب بمزداقية حملة هؤلاء المرشحين باحتبار الأطفال فئة بعيدة كل البعد عن الميدان السياسي يعلق المواطنون المحرومون والعاطلون عن العمل أمالا عريضا على البرنامج الانتخابي للمترشح الحر عبدالعزيز بتفريقة الذي يرون فيه الخلاص الوحيد لحل مشاكلهم الاجتماعية العالقة وأكدين على الذهاب يوم الاقتراع على انتخاب الرجل الذي سيقود البلاد بأمان واستقرار المزيد في تقدير راشد مقدم مواطنون من مختلف الفئات في بلدية عين البيضاء الأكبر هيئة انتخابية بولاية أم البواقي يراهنون على إنجاح السابع عشر فريل القادم فيما يأملون من الرئيس المنتظر أن يولي لمشاكلهم وانشغالتهم عناية خاصة في وقت يرى فيه سكان عين البيضاء المترشح الحر عبدالعزيز بتفريقة الراعي الوحيد لتلبية طموحاتهم بوتفريقة يعدلنا الحالة يعدل الوضعية الشابي براهي ضاعت ما مساكن بلا شي خدمة يظلوا يتلاطموا احنا نجري وانتمنى ان شاء الله يبنيوا حاجة باهية باش نتوافقوا معهم وحنا ومعهم احنا ومع بوتفريقة يديرون لهم السكنات يديرون لهم الخدمات يعتبرون لهم الحوانت وفي انتظار يوم الحسمي تبقى الراية الوطنية خفاقة في سماء ارياف ام البواق التاريخية تعبيرا عن تشبث ابناء الريف بوطنيتهم وبسيادتهم ووحدتهم الوطنية دائما في ملف الرئاسيات وردا على الذين يحاولون تشويشها على الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبدالعزيز بوتفريقة اكد بالقاسم سحني الممثل للرئيس المترشح عبدالعزيز بوتفريقة على مستوى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ان هذا يعود لعجز هؤلاء على تقديم البدائل من جهة والالتفاف الجماهيري القوي حول المترشح عبدالعزيز بوتفريقة من جهة اخرى هناك بعض من يدعي او من يدعو للمقاطعة وهذا الناس معروفين من انهم ليس لهم بدائل عجزوا عن طرح بدائل عجزوا عن طرح مرشحين سواء مرشحين حزبيين او مرشحين توافق مثل ما كانوا يخططون له فعجزوا عن طرح هذه البدائل لان لديهم سراعة داخلية ولانهم كذلك لم يقدروا على اقناع الشعب الجزائري وان يجنمدوا الرأي العام وراء طروحتهم الان فيه كذلك مترشحين قرروا ان يشاركوا في الانتخابات ولكن يشوفوا بان المرشحين تعنا يحقق التفاف جماهيري قوي بالنظر لحاصلة الانجازات القوية لانجزها لفأدة البلاد وان المواطنين الان يعرفوا بان ينعمون بثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ربوع الوطن كذلك يعرفوا بان المرشحين تعنا هو رجل المرحلة هو الذي بامكانه ان يتجاوز مع الجزائريين التحديات الخاطئة للمحتقابين هذا واضح سحلي ان الاسبوع الاخير من الحملة الانتخابية سيشهد العديد من النشاطات لصالح المدرشح الحر عبدالعزيز بتفريقة وكذا العمل على التكوين الجيد للمراقبين حملة الانتخابية بطبيعة الحال الاسبوع الاخير ستكون اكثر نشاط اكثر ديناميكية فالبرنامج المسطر سيتواصل سيد مدير الحملة متواجد اليوم في معسكر وفي سديب العباس واغلبيت القيادات سنتعى الحملة الانتخابية متواجدين سوى في تجمعات داخل ارض الوطن او حتى خارج ارض الوطن مع ابناء جليتنا وكذلك سنعمل في اخر الايام يعني بعد مباشرة انتهاء الحملة على تكوين المراقبين انتوانا في المكاتب سنعقد لهم لقاءات تكوينية على مستوى الولايات وبلديات حتى نزويدهم بالاليات القانونية باش يكونوا محصنين يعرفوا ما هي حقوقهم ما هي واجباتهم ما هي صلاحياتهم باش يمارسوا ان شاء الله الرقابة حتى اصوات المرش حنتعنا ما تروحش في جاجة اخرى وحتى نضمن بان الايرادة الشعبية ستحترم يوم 17 شعبين شعار وشعب يريد اسقاط النظام هي الجملة التي اصبحت ترددها اليوم حركة ما يسمى بركات وتنسقية الوطنية لمقاطعة الانتخابات وهو الشعار المستورد من بلدان الربيع العربي فما هو معنى هذا الشعار بالنسبة للمثقف الجزائري ياسيم باباسي بين ليلة وضحى وفي زمن قياسي تحولت مطالب بعض المحتجين او ما يسمى بحركة بركات ومعهم تنسقية المعارضة من المطالبة بعدم ترشح بوتفليق لعهدة رابعة ومقاطعة الانتخابات الى مطلب الشعب يريد اسقاط النظام مستنسخين هذا الرمز من موجات الربيع العربي فماذا يعني هذا الشعار بالنسبة للمثقف الجزائري اسقاط النظام هو اسقاط مؤسسات الدولة وععادة هيكلتها كل الوضع في الجزائر مختلف نوعاً ما معايحة الثفار في المنطقة العربية في سوريا وفي مصر بفضل احنا يبش يكون تغيير سلمي تغيير النظام هو نظام يتبدل كمبلتما تبدل بالوجوه بالسياسة الداخلية والخارجية هو ارادة شعب لتغيير النظام السائد في مجتمعنا تبدأ بطرق سلمية بمظاهرات في الشارع بشعارات برفع لفتات وبعد تدخل الجهات معينة تتحول تلك المظاهرات الى مظاهرات غير سلمية الى العنف والى دمار شامل للبلاد النظام نقيضه الفوضى النظام مصطلح يعني اشخاص مؤسسات وتنظيمات تحكم العلاقة بين مختلف اجهزة الدولة وهو ايضا اختيارات سياسية واقتصادية ومواثيق واسقاط كل هذا لا يعني الا الفوضى والدخول للمجهود انا كشخص عشت تجربة اسقاط نظام ببلد عربي زي سوريا انا ضد فكرة اي تحرك سياسي بالجزائر على صعيد فكرة فكرة ولو فكرة هيك اسقاط النظام لانه الجزائر مرت بعشرية سوداء ومرورها بالعشرية السوداء سبب حالة وعي عند البشر انه ما بدا تتجه تعيز سيناريو العشرية السوداء وتاني شغلة الجزائر بالنسبة للسياسة بلد ديمقراطي يعني بكفي انه بترشح لرئاسة الجمهورية سبع مرشحين في سوريا بالكندرة مثلا بالكندرة بداك تستفتي على شخص معين وايه بداك توقع ايه اما هون بتفوت يعلي بالذكية على سبع مرشحين بتقاطع الانتخابات بترشح حالك للانتخابات نورمل ورغم اختلاف الجزائرين حول معنى الجملة الشعب يريد اسقاط النظام لانهم اتفقوا بان المراحل الانتقالية في كل بلدان الربيع العربي باءت بالفشل بل ان بعض البلدان عادت لسابق عهدها ولهذا فان جميع الجزائرين بحاجة اكثر الى تفكير في بناء جزائر الامن والاستقرار لا جزائر الدم والخراب وبالتالي العودة لسنوات الجمع في شأنية دولية الان وبعد مغادرته للبيت الابيض اكتشف جورج بوش هواية الرسم وهو يعتقد انه شخص يحطوه التصميم على التحقيق النجاح رئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية يبدأ في تحضير الافتتاح معرضا ومعرضا خاصا به المزيد في سياق تقرير سارة سوداقي جورج بوش الابن الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية والرصام العالمي الجديد فبعد مغادرته البيت الابيض اكتشف جورج بوش هوايته مستلهما هذه الموهبة من ويستون تيرتشل ارسم كثيرا اريد ان احقق تقدما لذلك درست الفن للمرة الاولى في حياتي وقبل افتتاح المعرض رسميا للجمهور والذي يقيمه جورج بوش الابن في مكتبه بولاية تكساس لعرض الصور التي رسمها لزعماء العالم دعا ابنته لتكون اولى الزائرين للمعرض واو جورج بوش اصبح رصاما قد يتعجب البعض من رسمي اتفهم ان هذا الامر قد يثير بعض الدهشة وتظهر كل واحدة من الصور التي رسمها بوش لرؤساء الدول الذين تعامل معهم على مدار فترتي رئاسته للولايات المتحدة الامريكية السما المميز لكل واحدة من هؤلاء الزعماء فلوحته لتوني بلير تصور العاطفة والقوة والثقة اما انجيلا ميركل فهي تعكس الجانب الحاد من شخصيتها وتضمن المعرض ايضا صورة رئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو في حالة عبوس وصرمة لم يستثني بوش الثاني نفسه في رسومته اما عن لوحته المفضلة التي رسمها فهي لوالده الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش والذي علمه قيمة الصدقة والديبلوماسية بالاضافة الى عديد من الشخصيات التي قبلها في مصره العملي فقد تدخلت تلك السنوات بكل تفاصيلها في تركيبة الشخصية الخاصة ببوش لتظهر وجها اخر من الرئيس الامريكي السابق قد تصنع منه فنانا فريدا من نوعه يوما ما قتم هذا الموجز نشرتنا متواصلة دون انقطاع ترجمة نانسي قنقر